اعدادية طبعا في ذلك الوقت. المشروعات البحسية اللي احنا اه نزلت موجودة في المرحلة الاعدادية طبعا تلات ايه? تلات مشروعات. طبعا المشروع الاول هو تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية. المشروع التاني الزيادة السكانية وعلى قطب الامن الغذائي. والمشروع التالت كان الايه? كان الحديث فيه عن البيئة. طيب. دول تلات مشروعات انت هتختار منهم مشروع. بحس هتقوم به وهتعمله وهتنفذ النقط المطلوبة ايه? المطلوبة منك في هذا البحس علشان في النهاية يكون بحث مقبول. طيب في البداية برضو احب اذكر طلابي في الشهادة الاعدادية خلاص بقى انتم ناس يعني بقيتوا اه كبرتوا انتم رجالة تلك الايه ترك المرحلة. اه افكركم بشيء مهم جدا ان البحس ممكن تعمله بطريقة فردية او تعمله طبعا مع جماعة من اه زملائك اللي انت تختارهم او اللي هم يختاروك ممكن تشترك انت في تلك الايه تلك المجموعة. وقلنا واتكلمنا عن مميزات العمل الفردي والعمل الايه الجماعي. العمل الفردي اعتمد على النفس تجربة بايدك وتعلم من اخطائك. العمل الجماعي التعاون توزيع الادوار نشر روح الترابط والمواد ده والمحبة بين الفريق. فريق العمل اللي انت هتختاره او اللي هو ايه اللي هو ها يختارك ده متاح وده ايه متاح ليك. تستطيع ان انت تنجح في العمل الفردي القيام بالبحث بالبحث بمفردك وتستطيع ايضا انت تنجح في مجموعة في القيام ب day القيام بالايه بالبحث. زي ما قلت الابحاث المطلوبة مني هي تلت ابحاث. هاختار منهم واحد. موضوع تلت موضوعات ها marqueتر منهم الطلاب. الامر بيلتبس عليه. يقول لك يا مستر الوزارة منزلها تلات موضوعات. هنعمل البحث في التلات ايه? موضوعات. لا. ده احنا الامر بسيط جدا وسهل ويسير. انا عاوز موضوع واحد من الموضوعات التلاتة اللي قرره علشان تعمل فيه البحث ايه? البحث بتاعك. طيب. الموضوعات تاني تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية. اتنين الزيادة السكانية والامن الغذائي. ركم تلاتة موضوعا عن البيئة. كل موضوع اه فيه اه نقاط بتختلف من صف الصف. زي ما قلنا ان تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية للصف الاول النقط بتاعته غير الصف التاني غير الصف التالي. الزيادة السكانية والامن الغذائي موضوعاته او نقاطه اللي هو الهيكل بتاع او الشكل بتاعه او النقط بتاعته اللي هتتكلم فيها بتختلف من صف الاول للتاني للتالت. البيئة نفس الكلام. تختلف من الصف الاول للصف الثاني للصف الايه للصف الثالث وان كان طبعا كله بيكمل ايه بيكمل في النهاية بعضه يعني انت بتتحدث يعني ممكن انت طالب في الصف الثالث الاعدادي ولو اخر في الصف الثاني الاعداد او في الاول الاعداد الاتنين هيعملوا موضوع واحد موضوع البيئة ممكن طالب الصف الاول الاعدادي يكون يتخذ من اخوه اللي في تالت اعدادي او في الشهادة الاعدادية ما ارجع له طبعا من خلال البحث اللي بيعملوا والعكس ممكن طالب الشهادة الاعدادية يتخذ من اخوه مرجع ايه مرجع له عملية كلها ايه متربطة مع بعضها المهم في النهاية المقصود ان انت المعلومة توصل لك بايدك ان انت المعلومة تكون انت اللي بحست عنها وايه وجبتها ده طريقة يعني فعالة في التعلم التعلم اه المفيد جدا واللي ميخلكش تنسى ان انت تبحث عن المعلومة انت اللي تدور عليه وانت اللي تروح تجيبها وانت اللي تقرأ في الكتاب تبحث في النت اه تشوف كتاب المدرسة تتابع القناة قناة مصر التعليمية تشوف هنا وهنا لحد ما توصل للمعلومة المعلومة دي هتكون غالية عليك جدا ليه مش هتنساها ابدا لان انت اللي جبتها بايدك بخلاف انت قاعد طبعا مستريح وجاي لك معلم في الفصل او في اه اي مكان وبيديك المعلومة بطريقة سهلة جدا انت خدت المعلومة بطريقة سهلة فممكن تضيع قاعدا المعلومة بسهولة جدا ولكن لما تكون انت تعبت في الامر وتعبت في الشيء وفي المعلومة فبالتالي هكون من الصعوبة عليك ان انت طبعا تنسى تلك ليه تلك المعلومة دي اول فايدة من فوائد المشروعات ليه المشروعات البحسية اللي هو ان انت بتبحث عن المعلومة حتى تحصل عليك تاني فايدة ايضا الاعتماد على النفس ان انت بتعتمد على نفسك في كل حاجة في اعمل البحس مرة واتنين وتلاتة اغلط مرة واتنين وتلاتة لحد في النهاية ما توصل للطريقة الصحيحة والسليمة علشان تقدر تقدم بحس بطريقة مقبولة تمام كده طيب دي المشروعات او الموضوعات اللي احنا طبعا اتكلمنا ايه اتكلمنا عليها طيب ايه شكل المشروع حيجي ازاي الهيكل بتاعه ازاي النقط اللي هامش عليها ازاي النظام اللي هامش عليه ازاي علشان اقدم مشروع مقبول اول حاجة هتكتب عنوان المشروع الموضوع اللي انت اخترته تمام انا باعد الكلام ده تاني طوعا من باب واذكر فان الزكرة تنفع المؤمنين وتنفع طلاب الشهادة الاعتداء. طيب. تاني حاجة هتكتبها الكود التعريفي للطالب. لو انت هتعمل عمل فردي لوحدك. او الكود التعريفي للطلاب اللي انت اللي اشتركوا ايه? المجموعة اللي اشتركت فيه القيام بالبحث. والكود التعريفي ده موجود في كل مدرسة لكل ايه? لكل طالب ما فيش فيه مشكلة خاصة. طيب. بعد كده مقدمة المشروع. اللي انا ملخص. البداية زي ما قلنا موضوعات التعبير اللي انت بتعملها لازم لها مقدمة. اهو بتتكون من كام? من سبعين لتامنين كلمة. ما يقلش عن كده. ما يقلش عن ممكن تزيد. بس ما تقلش ايه? عن العدد ده. طيب. الموضوع بعد كده رقم اربعة اللي انت هتكتبه بقى. بالنقط اللي متحددة تحت كل مشروع. الموضوع ده عدد كلماته هيكون ايه? من سبعمائة لتمنمائة كلمة. بالاضافة الى عدد كلمات من اربعين الى ستين ايه كلمة باللغة الانجليزية. هتضمن اللغة الاجنبية اللي انت درستها داخل المشروع بتاعك. رقم خمسة النتائج او الملاحظات اللي انت وصلت له. وقلنا ان اهم شيء في البحث مين النتائج والايه? والملاحظات دي. لان دي اللي بتبين انت استفدت ولا لقى من البحث اللي انت كتبته او من المعلومات اللي انت بحست عنك. رقم ستة عندي ايه? عندي المراجع اللي انت هتستفيد منها او هتاخد منك. طيب المراجع عندنا مراجع كتير جدا. بنك المعرفة المتاح طبعا. وعندي المكتبة الرقمية. عندي كتاب المدرسة الاساس في كل شيء. عندي قناة مصر ايه? مصر التعليمية. بكل ما فيها من اه معلمين موجودين على رأس كل ساعة معلم في مادة مختلفة لصف اخر او لصف مختلف. موجود معك دايما. بتسأل عن الاشياء اللي انت مش فاهمها. هتجد معلم يرد ايه? عليك ويوضح لك كل استفسارات. تمام كده? يبقى دي المصادر اللي انت ممكن ترجعيه لها. مكتبة رقمية. بنك معرفة. كتاب مدرسة. مصر التعليمية. كتاب في مكتبة. معلومة عرفتها في الفيديو. في فيديو من الفيديوهات المنتشر على الانترنت. كل ديت مصادر موسقة تقدر تكتبها داخل المراجع بتاعتك. جبت المعلومة ديت من كزا. جبت المعلومة ديت من المكتبة. جبت المعلومة دي من كتاب المدرسة. جبت المعلومة دي من مصطر بتاع اللغة العربية. كان فيه قناة مصر ليه مصر التعليمية تكتب المراجع دي دي المطلوب منك علشان تدي للبحث بتاعك مصداقية ان انت بالفعل دورت وبحست وجبت المعلومة من المصادر اللي موجودة هي اللي موجودة معك مش يعني مش المطلوب من المصادر انت ترجع لامهات الكتب اللي هي المراجع الكبيرة والضخمة المصادر الكبيرة والضخمة لأ انت بطالب في مرحلة اعدادية فبالتالي يعني بيكون التعامل معك على قدر او مستوى اللي انت موجود ايه موجود فيه مراجع بسيطة وسهلة موجودة ومتاحة للايه متاحة للجميع انت ما عندكش انترنت مش هتقدر تدخل على المكتبة الرقمية او بنك المعرفة عندك تلفزيون اكيد يعني ما فيش بيت ما فيش فيه تلفزيون عندك قناة مصر الايه مصر التعليمية عندك كتاب المدرسة موجود في البيت عندك المكتبة في المدرسة ايضا مفتوحة طوال الوقت ادخل واستفيد واقرأ وطلع المعلومات اللي انت ايه اللي انت عاوز انا عملت ده كله يا مستر اخترت هعمل البحس بتاعي عمل فردي ولا هعمله في مجموعة تاني حاجة عرفت النقط اللي انا اخترت العنوان او اخترت الموضوع اللي انا هشتغل ايه هشتغل عليه ويعني جاهز على التقديم طيب ازاي البحس بتاعي داية ابل بقى الحاجات اللي انا ممكن اعملها على